معكم وشرط نذهب لمتابعة التقرير القادم استقبال الطلاب الجدد بجامعة العلوم التكنولوجيا أو ما تعرف اصطلاحاً بجامعة بأمون حميدة نتعرف نظمت جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا احتفالاً على شرف استقبال الطلاب الجدد الملحقين بالجامعة لهذا العام 2018 بحضور موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية وبروفاسر مأمون حميدة وزير الصحة بالولاية وعدد من الضيوف وولياء الأمور تحت شعار استدامة التمييز الجامعة فيها ميزات كثيرة خلقت مناخ للطالب وردت كيف ينتقل من مرحلة لمرحلة وردت كيف يتعامل يحب الحاجة تتحرير الشخصية فهذه الحاجة اللولة اللي خلت الطلاب كلهم إن تموا لدي جامعة ديناها بالجد جامعة أنا شايفة من نظري ومن نظر الناس كتار هي جامعة الأفضل في كل عام تحتضن الجامعات طلابها الجدد وتحتفي بهم احتفاءاً كبيراً لأنهم مشكلون رمزية استمرار العطاء واستدامة التمييز والاحتفال بالطلاب الجدد بداية ميلاد لفجر جديد وذلك إذاناً بتجديد الجامعات لشبابها حيث حرصت جامعة العلوم الطبية أن تجعل من احتفائها بطلابها الجدد مهرياناً إبداعياً حشدت إليه رموز السياسة والثقافة والإعلام والمجتمع قد شهدت الجامعة حقيقة تطور كبير جداً في العام المنصرم وإضافة كثير من الدراسات العلية مثل الدكتورة والماجستير كما أضافت الجامعة لهذا العام كلية التغليف والطباعة وهي تقريباً لأول مرة في تاريخ السودان تغوم كلية كاملة لدرجة الباكلوريوس في الطباعة والتغليف وتميزت الجامعة أيضاً الآن بمزيد من استغطاب الأساتذة الأجلاء بالتخصصات العالية في المجالات الطبية والمجالات المختلفة كما وفرت الجامعة حقيقة البنية التحتية الممتازة للطلاب من المكتبات المختلفة وإنشاءنا حقيقة المكتبة في كل كلية يوجد بها المراجع الحديثة جداً كما ضمت الجامعة شبكة الإنترنت حتى يستفيد الطلاب من المعلومات من المجلات العالمية في الوقت الذي يردينه كما زادت الجامعة ساعات فتح المكتبات حتى الساعة العاشرة ليلاً وتسخر الجامعة حقيقة بنشاطات غير الأكاديمية نشاطات كبيرة جداً نشاطات ثقافية ونشاطات اجتماعية ورياضية شتى جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا هي جامعة ينداح في دوائر اهتمامها وهمومها المستقبل كله وتحرص عليه لبناء مجدها وعلاي شانها وعزها الكبير واهتمامها بالطلاب من أجل تحصيل أكاديمي متميز وخدمة لمسيرة التعليم العالي في السودان من أجل الغد المشرق والمستقبل النظير ترجمة نانسي قنقر